اول سؤال فسر عناصر السلسلة الانتقالية الاولى لها نشاط حفزي طيب مع بعض بقى كيف السؤال ده رابط معك ما بين الباب الثالث وما بين الباب الاول بمعنى ان العمل الحفاز بتاعك دوره وبيعمل ايه بالزبط وبيشتغل ازاي ده موجود في الباب الثالث طيب الباب الاول ان معظم العناصر الانتقالية ومركباتها تستخدم كعوامل حفازة يبقى احنا دلوقتي عشان نجاوب ده تعال مع بعض هنرجع نصل على العامل الحفاز من الباب الثالث وهنفهم دور الالكترونيات الحرة في العناصر الانتقالية في موضوع العامل الحفاز مبدئيا لو هنتكلم عن العامل الحفاز ايه تعرفوا كنت بتقول لي مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون ان تتغير او تغير من نواتج التفاعل طب العامل الحفاز ده مادة بتزيد او بتقلل في عندك عامل الحفاز ايجابي او الحفاز سلبي من سرعة التفاعل الكيميائي نمسك في دي لما تفهم يعني ايه تفاعل كيميائي صح تقدر وانت مغمط تقدر تقول لي السرعة زادت ولا قلت لا تفاعل الكيميائي زي ما اخدته كده في صف الاول السنوي او حتى في اعداده بيقول اتش تو مثلا زائد سلتو ادك اتنين اتش سيل اتش تو معناها اتش مع اتش سيلتو سيلل مع سيل اتنين اتش سيلل ادل اتش مسكة في السيلل وهنقول لك الاتنين نجات ازاي اللي قبل السهم دول اسمهم متفاعلات اللي بعد السهم اسمهم نواتك لو انت كده قرنت من شكل المتفاعلات هتلاقي هنا الاتش مسكة في الاتش السيلل في السيلل هنا الاتش مع السيلل معنى كده ان الاتش دي اتقصرت الرابطة اللي بينها وما بين الاتش واتقصرت الرابطة ما بين السيلل والسيلل فأصبحت كل اتش حرة وكل سيل حرة بالشكل ده بس هنا سؤال انت قسرت الرابطة دي ازاي تعال نشوفها كده مع بعض اتش و اتش اهي اهي زره اتش مرتبطة بزره اتش الرابطة دي عاملة زي الحبل يعني ايه حبل ممدود بيننا وبن بعضينا جي واحد كده بولاعة وراح مسخن يبقى انت سخنت الحتة دي هيحصل ايه للحبل هتقولي الحبل هيمتص الطاقة الحرارية بتاعة الشامعة دي مثلا وهيتقطع هيتقطع يعني هينكسر بس نقف هنا عند حاج انت هنا كسرت الرابطة وانت سخنت اثناء التسخين انت بتنشط الزرات دي يبقى كسرتها ونشطت دي فتسمى هزي باسم طاقة التنشيط طب انت نشطها حركتها هتزيد طب لما حركتها هتزيد انا هستفاد ايه هنعرف بقى دلوقتي يبقى انت دلوقتي تفهمت ان دي تكسرت بقت كل واحدة لوحدة عن طريق طاقة سامناها طاقة التنشيط كسرت الروابط ونشطت الزرات للحركة طيب هنا هتعمل ايه نفس الحكاية برضو طاقة التنشيط هيحصل ايه كده يا مستر دلوقتي الاتنين تكسروا بقى كل واحد حر هيتكوه رابطة جديدة بين دي وبين دي وربطة جديدة بين دي وبين دي بقىت اتشي سيل واتشي سيل يعني اتنين اتشي سيل فعشان كده في المعادلة تحطي لك اتنين هنا طيب ازاي تكونت الربط الحبل ده تكون ازاي عشان تتقارب الزرات وتتكون روابط لابد لها من حدوث حاجة اسمها تصادم يبقى عشان تكون نواتج لابد من حدوث تصادم تصادم بين مين؟ بين الزرات وده اللي كان بيرسمه لك في عدادي بالمنظر ده كده يقولك إيه خلي بالك هنا الـ H عملت رابطة مع السL في الحتة دي كده لازم السL تقارب من الـ H يبقى يحدث بينه إيه؟ تصادم يبقى النواتج تظهر إمتى؟ عندما تتصادم الزرات الخاصة بالمتفاعلات طب الحاجة الأهم التصادم ده حصل بسرعة إنه تكتصر بسرعة طب التصادم ده يحصل إمتى؟ لو حركة دي زيادة متنشطة يعني إنت لو عندك إناق مغلق وهنا في H وH وهنا CL وهنا CL وقلت لك سيبهم يتحرك وكل واحدة تتحرك براحته إنها لو سخنت هتفاجئ أن إنت نشطت كلهم أثناء الحركة فرص التصادم ما بينهم هتزيد وبالتالي تظهر لك النواتج فهمتني؟ طيب يا مستر دلوقتي وأنا بقصر هنا احتاجت مثلاً 200 جول وأنا بقصر السئل احتاجت 300 جول يبقى أنا احتاجت قد إيه؟ عشان أقصر الروابط دي وعشان في نفس الوقت أنشط الزرات دي تتصادم هتقول لي التوتل بتاعي 500 جول ودي اللي بيطلق عليها طاقة التنشيط كسرت بعد ما كسرت بدأت تديها طاقة تتحرك تتصادم تديك نواتج ده أول جزء طيب يا مستر دلوقتي انت فهمنا أن النواتج هتظهر نتيجة حدوث التصادمات تصادم سريع يبقى لازم له حركة سريعة يعني يتنشط بسرعة يبقى بيتحرك بسرعة يتصادم بسرعة واضح؟ ده من هنا جات كلمة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي طيب هو العمل الحفاظ يعمل ايه؟ عشان يزود التصادمات تعال بقى نفهمك دور العمل الحفاظ ده بالزبط كده زماني كانوا بيسموه عمل زي الخطبة اللي بتشوفها في الأفلام واللي بتسمع عنها في الحكايات ايه حكاية الخطبة دي؟ الخطبة هم معروف نهاية بيقول لك بتوفق راسين في الحلقة دي يعني بيجيب لك العريس من حتة والعروسة من حتة وبتحاول ان هي توفق ما بينهم دورها ايه؟ تعالها ورسمها لك بالزبط عشان تفهمها وفي نفس الوقت هوريك العمل الحفاظ هيعمل ايه؟ ادي مثلا الخطبة بتاعتك عندك العريس من هنا مثلا منين؟ هتقول لي من اسوان والعروسة منين؟ هتقول لي من اسكندرية فرص التقابل ما بينهم بعيدة قوي طيب بيحصل ايه؟ الخطبة تعرف العريس تجيبولك من اسوان تعادوا عندها هنا وتجيب العروسة كده زودت من فرص الالتقاء ما بينهم عملوا ايه؟ التقوا مع بعض حصل توافق سابوا الخطبة ومشوا الخطبة هنا كان دورها ايه؟ هتقول لي ان هي زودت من فرص التلاقي ما بينهم عن طريق ان هي قربتهم في مكان يحدث فيها نفس الكلام ده بالزبط العمل الحفاظ ادي عمل حفاظ العمل الحفاظ في العناصر الانتقالية مش شرط وانيني بقولها يحتوي على الالكترونات مفرادة مش شرط ولكن احنا هنقول ان هو يحتوي على الالكترونات مفرادة في الحالات بتاعتنا ادي الالكترونات مفرادة طيب انت درست كويس قوي ان اي الالكترون ده شوحنا حوالي مجال والمجال ليه قوة يبقى كل الالكترون من دول ليه مجال وقوة اللي هيتم اصبح على سطح العمل الحفاظ دلوقتي منطقة مجالات الالكترونية منطقة كهرمان ادي الـ H مرتبطة بالـ H ودي الـ CL مرتبطة بالـ CL بالظبط زي الشكل اللي قدامك اللي فوق اول حاجة هيعمل العمل الحفاظ بيجذب الزرات نحيته تعاليه H اقف هنا تيجي الـ H نقف هنا الـ H انجزبت نحيته لانها قريباً المجالات اصبحت الرابطة ما بينهما بين الـ H اختها تولد يعني دي لو كانت بتتكسر بميت جول دي هتتكسر بكام هتقول لي لا الحاجة لما بتطول قوتها بتقل يعني هيضعف يعني دي هتتكسر معايا هنقول مثلاً بـ 50 جول طب تعاليه سي-L تيجي السي-L بالشكل ده H مع سي-L كده فرص التصادم ما بينهم زادت هيحصل ايه؟ الرابطة ما بينها وما بينها ملحة تولد ملحة ضعفت ومدام ضعفت خلصانة يبقى هتتكسر لو كانت بكام؟ لو كانت بـ 300 هتبقى بـ 150 أو بـ 100 مثلاً طبعاً لسه ايهلك من شوية ان المية دي والمية دي المجموع بتاعها بنسميه باسم طاقة التنشيط طب في حالة العمل الحفاز بتاعتك سوري هنا المية دي والـ 300 اللي هنا يعني مجموعك 400 من غير عمل حفاز لما استعملت عمل حفاز الطاقة بقت هنا خمسين وبقت هنا مية يعني نزلت لمية وخمسين يبقى أول دور للعامل الحفاز قدام عينيك ظهر النطاقة التنشيط بتاعتك بتقل يبقى يقلل من طاقة التنشيط ادي واحد اتنين طول الربط ضعفها زود فرص التصادم كل ده تحت اسم دور العامل الحفاز عمتا عمتا يبقى لما جاكتب دلوقتي دور العامل الحفاز خلي بالك دوره ايه انت فهمت هو بيعمل لي دلوقتي يقال نطاقة التنشيط يزود فرص التصادم يطلع لي نواتك سريعة طلعت النواتك سريعة يبقى انت فعل بتاعك يظهر بسرعة طب العامل الحفاز عامل ايه دلوقتي رقم واحد بدل ما بتقصر بخمسمية نزلها لك لمتين اذا انا مش اسخم كتير هاخد وقت قليل الحاجة الاهم انه بعد ما عمل ده عمل ازاي انه هو زود لك طول الرابط ضعفوا طول الرابطة اصبحت تحتاج طاقة التنشيط اقل قرب الزرات التالي بتفاعلات على سطحه عن طريق الجذب وبالتالي حصل بينهم فرص للتصادم لما تصادموا مع بعض كاولك المركب بتاعك بسرعة فهمت الدور العامل الحفاز لما اجا اسألك وقولك دلوقتي ايه هو دور العامل الحفاز فيه التفاعلات الكيميائية وده سؤال وارد في المدحانات كتير هتقول لي بيعمل واحد اتنين تقلات ازاي بشرحت لك بالزبط طيب بالنسبة بقى للعناصر الانتكالية اللي هو سؤالنا الاساسي شمينا العناصر الانتكالية لان العناصر الانتكالية عندك الالكترونيات الموجودة في الاس والموجودة في الدي اللي هي بتسميها وغلاف التكافؤ بتاعك ما لا بتقوم بالدور اللي لا ورده لك ده باشتراك الالكترونيات الفور اس والسري دي في ايه في عمل مجالات تقوم بجزء زرات المتفاعلات على سطحه مما يضع في الروابط وبعد ما يضع في الروابط يقلق بين طاقة التنشيب فتحدث تصادمات سريعة وفي نفس الوقت يظهر لك النواياتك بتاعتك بسرعة طيب العامل الحفاز بالمرة ما ده موصلنا له شبه اللي بخلصنا منه وما لقبلوش في اي سؤال بعد كده مش هقف عنده ايه ليه اشكال بمعنى لو لك هتليك تفاعل زي ده ولتلك هنا ايه طاقة التنشيط وهنا مصار التفاعل النزام قلتلك يا مستر بدأت التفاعل من هنا من الار الار اللي هي الرياكتنس اللي هي النوايات المتفاعلات ثم الشكل اللي شفناه كتير قوي هنا البي طيب الار والبي دي رياكتنس دي برودكت متفاعلات نواتج اي دي يقول لك يا دي طاقة التنشيط المقدار اللي هنا كده يكتب لك طاقة التنشيط مثلا كم؟ ميتين بس محدش قال لك الحتة دي من الموحنى بتمثل اي خلي بالك وما تيجي تيستقطي التنشيط ايس ها ازاي؟ عشان في مسائل زي دي موجودة في النمازج كويس؟ دي المواد اللي بدأت بها التفاعل طيب دي المواد اللي انتهت بها التفاعل ايه دي؟ دي بنسميها مركبات وسطية يعني ايه مركب وسطية؟ تعال فاهمها لك بص احسن حاجة ده ما تيجي تفهم تبسط الدنيا شغل الدماغ شوية انا لما اتكلمك هقول لك ايه؟ عزا فاهمك يعني ايه مركب وسطي في الكيميا بتاع البساطة هقول لك تعال 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 نعمل سنية كيك كده مع بعض هتعمل ايه؟ هتقول لي المقادير هتقول لي بيد ودقيق دي اللي هتبدأ بيها دي اللي هبدأ بيها يبقى دي المتفاعلات بتاعتي يبقى كلمة متفاعلات نقصود بيها المواد التي تبدأ بيها اي تفاعل كيميائي طيب جبتوهم حطيتهم في الصناعي ماشي حطيتهم في الفرن وما ولعتش الفرن معنى لك ما تولعش الفرن الصناعي دي هتستوي هتقول لي لأ يبقى وجود حرارة هنا اسمه شرط التفاعل شرط التفاعل بتاعك اه يبقى في وجود حرارة سكنت ماشي ولعت الفرن ليها وقت هتقول لي مثلا احتاج من 35 ل 40 دقيقة عشان تستوي جميل جدا انا فتحت عند 15 عند 20 في نص الوقت كده راح تفاتح هل هتبقى المنتج النهائي التاعت هتقول لي لا طب هي البدايات اللي انت حطيتها في الاول هتقول لي لا شكلها تغير لا هي منتج نهائي ولا هي البدايات اللي انت حطيتها ده اللي بنسميه عندنا في الكاميا المركب الوسطي وبنسميه كده مركب غير سابت مش هيوقف التفاعل عنده يعني ايه يعني هو في مرحلة وسطية ما بين المتفاعلات النواتج التفاعل ما بيقفش عليه تقاس طاقة التنشيط منين من المتفاعلات للنواتج سوري من المتفاعلات للمركب الوسطي يعني انا لو بصيت هنا عدتها مع بعض قلتلك تعالي لي طاقة التنشيط هنا تقسم منين هتقول لي يا مست هلاخد خط كده وخط كده وأقولي أن المسافة دي هي طاقة التنشيط أين كان الرقم هنا كان بقى طيب أنت استعملت عامل حفاظ هيحصل إيه أنت خدت من دور العامل الحفاظ دلوقتي أنه هو بيقلل من طاقة التنشيط شكرا يا مصري بهابدأ بالمتفاعلات وهنزل بالشكل اللي دمعيني ده لو قصت المسافة دي هي دي طاقة التنشيط في وجود عامل حفاظ طيب هنا في عدم وجود عامل حفاظ فهمتك بقصة التنشيط ده الجزء الأول بتاع العامل الحفاظ لما تربط لمل العامل الحفاظ في الفصل التالت هنقدر نقول التالي أن العامل الحفاظ بتاعك لا يؤثر على الاتزان الكيميائي علل احنا فهمنا اتزان الكيميائي ان تفاعل طردي تفاعل عكسي طب هو بيزود سرعة أن يتفاعل بيزود الاتنين في نفس الوقت بنفس الكيفية فلا يؤثر على الاتزان عشان لو جايلك في فسر أو علل ليه لا يؤثر على الاتزان العامل الحفاظ نخش على السؤال الوراء السؤال الوراء بيقول وضح من المعادلات كيف تحصل على أكسيد حديد ثلاثة من أجزالات الحديد طيب والتانية هيدروكسيد حديد ثلاثة من الحديد المعادلات بتاع الحديد أنا جابها لك إن شاء الله في حلقة بكرة كاملة بالتفصيل مملء معادلة معادلة بس هناخد بس السؤال التاني أهم اللي هو رقم به ليه؟ في فكرة السؤال بيقول أنت عايز إيه؟ هيدروكسيد الحديد كام؟ ثلاثة منين من الحديد؟ إنك تفكر إزاي ده الأهم هيدروكسيد الحديد ثلاثة ده ده عندك في الحديد في تسخين مركبات الحديد أما تيجي تسخنها طيب دلوقتي ده بيقول لي عايز أحصل عليه فربط لك الباب الأول بالباب الثاني هنا إزاي؟ من الحديد ده في الباب الأول هيدروكسيد الحديد ثلاثة ده موجود في الباب الثاني في قسم التحليل الكيميائي اللي هو رمزه F-E-H-3 ولونه بني محمر يبقى أنت لما تيجي تتكلم بها دلوقتي تقول لي إيه؟ أنا عايز أحصل على ده دوت موجود فين؟ يا مستر ده ده إحنا خدناه في الكشف عن كاتيون الحديد ثلاثة لما قلنا إن أنا جابت F-E-C-L-S-R مثلا مع N-H-4-O-H هيدروكسيد الأمونيوم وتكونني N-H-4-C-L بالإضافة لهيدروكسيد الحديد ثلاثة المعارضة لدي إنت خدتها فين؟ هتقول ليه في الباب التاني وللوزن إحنا قلنا إنه هندرب هنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة طب دلوقتي ده اللي أنا عايز أحصل عليه خلاص إيبقى أنت لازم تحصل على كلوريد الحديد ثلاثة طب كلوريد الحديد ثلاثة أحصل عليه من الحديد إزاي؟ نقف هنا بقى بص بالنسبة لنا أملاح الحديد 2 بالذات بعد أحماض المخففة تخلي بالك حديد 2 بمعنى إيه؟ ناس يقول لك خلاص أفاعله مع ال-H-C-L ال-H-C-L بتاعك؟ لا تفاعل الحديد مع الأحماض ينتج أبلاء المخففة أملاح الحديد 2 فقط ليه؟ السؤال ده هيجي لك علل علل تنتج أملاح الحديد 2 عند تفاعل الحديد مع الأحماض المخففة هتقول لي بسبب تصاعد غاز الهيدروجين الذي يعتبر عمل مختزل يمنع تأكسد الحديد 2 الحديد 3 واضح؟ طيب نكمل بعد الفاصل اهلاً لكم مرة تانية طبعاً احنا وقفنا قبل الفاصل عند إزاي إن الحديد 3 أو هيدروكسيد الحديد 3 مركب من الباب الثاني ودخل معاك من الحديد من المركب من الباب الأول أو عنصر من الباب الأول إزاي تحصل عليه؟ هنا بالنتج تعلم ربط المعادلات فبالتالي احنا وصلنا مع بعض إن عشان تحصل على المركب ده انت بحتاج لكلوريد الحديد 3 عشان تفاعله مع هيدروكسيد الأمونيوم في كشف عن الكاتيون ويطلع لك ده بلون البني المحمر وقفنا عند دي؟ حد من الناس بيقول لي إيه؟ لو الـ FE ده عملته مع الـ HCL هخلاص هيكون FE CLS3 هنقول لك غلط ليه؟ وجود الهيدروجين هنا في الناتج بيمنع تأكسد الحديد 2 إلى حديد 3 وده بيجي لك في سؤال كمان علم فبالتالي ما هو أقول لك إيه؟ عايز ده هتقول لي على طول مع الفلز نفسه هيبقى FE مع مين؟ هتقول لي مع CL2 هيكون FE CLS3 حتة وزن بسيطة داخل بـ 2 خارج بـ 3 اعكس هنا 3 هنا 2 هتحط هنا 2 كده بدأت بالحديد حصلت على كلوريد الحديد 3 كلوريد الحديد 3 مع هيدروكسيد الأمونيوم حضرتك وصلت لهيدروكسيد الحديد 3 اللي هو طلب طيب ده كان بالنسبة لأول سؤالين عندنا إحنا بدئين يا جماعة بنحل معاك امتحان عشرين عشرين اللي يجيه وفي نفس الوقت ده راجع على الملهج معاك كل الجزئية هنوقف عندها جاتوا الامتحان بنشوفها في منهجك هي ماشية إزاي عشان للناس تبقى فاهمة إحنا ماشيين إزاي النهاردة خلاص نشوف السؤال اللي وراء بيقول إيه